السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إداداً لدرس المثلث القائم الزاوية الخاص بمستوى السنة الثانية إعداد الحصة الثانية بعد أن تعرفنا في الحصة الماضية على الخاصية الأولى وضعية الانطلاق لتكون س دائرة مركزها أو أحد أقطارها أب بي أم نقطة تنتمي إلى الدائرة السي وتختلف عن أو بي لتكون بي مماثلة أم بالنسبة للنقطة أو يعني التماثل المركزي هنا أنشئ شكل المناسب يعني إنشاء الدائرة السي نختار نقطة كنتمي الدائرة وماشي هي أم ماشي هي أم ماشي هي بي وندير المماثلة ديال أم اللي هي بي بنسبة لنقطة بي مماثلة أم غادي توقفوا الفيديو وغادي ترسموا الشكل وغادي تجاوبوا على الأسئلة ما حتى الطبيعة روباية أم بي بي يسنتج طبيعة المثلة أم بي للإجابة على السؤال هو الانشئ الشكل بعدما أنشأتم شكلكم يجب أن تنشئوا شكلا وأن تجيبوا عني الأسئلة بكي تستفيدوا أكثر هنا دائرة سي مركز واو وشعوة أبين كما تلاحظون اخترت نقطة م مماثلة هي بي هذا هو الشكل وضعت عند الرموز تقاييس تلعلى تقاييس جر الأضلع هذا شكل هندسي السهل في الدائرة فيه نقطة تنتمي إلى الدائرة وفيه تمثل المركزي كان السؤال الثاني هو تحديد طبيعة روباية أم بي بي إذن لنحدي طبيعة روباية أم بي بي ستلاحظون بأنه من خلال شكل فهو مستطيل يجب أن نبين بأنه مستطيل تعرفتم في السنة الأولى إعداد على المستطيل وعلى المميزات المستطيل وعلى خصائد المستطيل ولا كذلك المتوازي أضلع إذن في البداية ستلاحظون بأنه في المعطيات لدينا أب بي قطر في الدائرة وأو مركز الدائرة إذن أمنتصف أب بي وحسب المعطيات كذلك نشأنا بي مماثلة أم بنسبة لنقطة أم إذن أمنتصف أم بي و أب بي لدينا أمنتصف أب بي و أم بي وبالتالي فطبيعة روباية يعني الرباية التي نعرف بأنه قطرين لهم من نفس المنصف فهو متوازي أضلع إذن فالرباية إذن روباية أم بي بي متوازي أضلع وهنا ستلاحظون بأن القطرين أب بي و أم بي فهو قطر في نفس الدائرة إذن فهما متقيسة بما أن المسافة أب بي كتسب المسافة أم بي هذا المعنى دي القطران متقيسان إذن إنها متوازي أضلع وقطران متقيسان تعرفتم في السنة الأولئي ذاتي كل متوازي أضلع وقطران متقيسان فهو مستطيل إذن فإن روباية أم بي بي مستطيل لأنه متوازي أضلع وقطره متقيسان السؤال كان هو حديد طبيعة المثلة أم بي فهو استنتاج حسب السؤال السابق فالرباية فهو مستطيل أم بي بي واشو كان عرفوا له المستطيل؟ كان عرفوا له جميع زوايا قائمة وكان عرفوا له قطره متقيسان مالخاصية الممزل المستطيل إذن جميع زوايا قائمة ومن بينها هي زوايا أصوائم وهي أم بي أي أن زاوية أم بي قياسها تسعين درجة أي أنه لو من المتلت أم بي قائم الزاوية في أ هنا اقترحت طريقة أخرى لأنه بي أن المتلت فهو قائم الزاوية حاول تنشأ الشك كما تلاحظون هنا نضع قياس زاوية M أب هو إكس ونضع قياس زاوية M بـ A هو Y كما تلاحظون في الشكل فعنا بمجموعة من المتلتات المتلت A, M, O فهو متساوي الساقين رأسه O لأن المسافة هو قاعدة المتل الشعع كتساوي المسافة وم إذن رأسه O زاوية القاعدة هي رأسها M ورأسها A إذن بالتالي فهو قياس زاوية A, M فهو إكس كذلك نفس طريقة طبيعة المتلت O, B, M فهو متساوي الساقين لأن المسافة O, B تساوي المسافة O, M إذن فهو متساوي الساقين رأسه O وزاوية القاعدة هنا كتبت Y كما تلاحظون هذه الزاوية كتبت قياسة الزاوية درت نفس اللون وأتلاحظون بأن هذه الزاويتين الزاوية A, M, B فيها زاويتين هي A, M, O وهي X والزاوية O, M, B وهي Y فهو مع زاويتين متحديتين والزاوية الكبرى وهي A, M, B تساوي X زايد Y A, M, B هي X زايد Y إذن فهو قياسة A هو X وإذن فهو قياسة B هو Y فالزاوية الساوية M وهي A, M, B وهو X زايد Y سوف نطبق هنا مجموعة قياسة بالزاوية متلات ساوية متلات ساوية A, M, B أطلقناها زاوية X زايد زاوية X زايد Y زايد Y زايد 180 القياس بعد التبصيذ اثناني اكس زايد اثناني اجري جسو 180 هتلاحظوا بأن اثنان عامل مشارك سنقوم بالتعميل اثنان عامل اكس زايد اجري جسو 180 سنقسم طرفين على اثنان سنحصل على اكس زايد اجري جسو 180 على اثنان هي 90 ضر اذا اكس زايد اجري وبنسبة لناها الفوق تمثل قياس زاوية ساوي 90 درجة الخاصة اللي ممكن نقولوا بأننا انطلقنا من المثلات في البداية ما عرفنا اش طبيعة هذه المثلات اللي كان عرفه عليه بأنه محاط بدائرة مركزها و الضلع اللي كتلاحظوا هنا يأبي فهو ضلع في المثلات وكذلك قطر في الدائرة إذن الخاصة اللي ممكن نخرجوها هنا إلا عندنا واحد المثلات محاط بدائرة وأحد أضلع قطر لهذه الدائرة فهذا المثلات سوف يكون متلتا قائم الزاوية كل متلات محاط بدائرة أحد أضلع قطر في هذه الدائرة فهو قائم الزاوية فهي الخاصية الأكسية الخاصية هذه الحصة الماضية إذن هذه الخاصية الأكسية كل متلت محاط بدائرة أحد أضلع قطر لهذه الدائرة فهو متلت قائم الزاوية يجب أن يكون متلتا محاطا بدائرة يعني الدائرة هي المحيطة بهذه المثلات ويجب أن يكون أحد أضلع قطر في هذه الدائرة بتعبير خاصة حول تكتبها بتعبير آخر أب سي أب بي متلت محرف نش طبيعته إذا كان هذا هو مجلس شروط إلى لحظة الدرسات بتعبير آخر يعني بروموز إذا كان أمنتصف أب بي هذا يمثل قطر في الدائرة أمنتصف أب بي و مريغا نقوله دائرة محيطة إذن أع تساوي أب بي تساوي أصي لأن المركز الدائرة سيبعد بناس المسافة عن رؤوس هذا المتلت وأع تساوي أب بي تساوي أصي فإن آم بي قائم زاوية في أم ومنتصف أب بي فهو يمثل القطر في الدائرة سيمثل وطرا في المتلت إذن قائم زاوية في أم وطره أب بي هذه الخاصية بتعبير آخر كالتصف أب بي رقم إثنان أب بي متلت متساوي الساقين في أ لتكون أم مماثلة السي لتكون أم مماثلة السي بالنسبة لنقطة أنشئ شكلا مناسبا حدد طبيعة المتلت بسي علل جوابك شكرا على هاتف تبويكم لننتقي في الحصة المقبلة شكرا على أب van